اشتركوا في القناة هذا الكتاب قد سبق التعليق عليه من سنوات بشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرامين الشريفين وانتهى الموقف عند قول المصنف رحمة الله علينا عليه باب السلام والرحن والإفلاس والحوالة والصلح والوكالة والشراكة والغصب والعالية قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه هذا الحديث أصل في هذا الباب وهو باب السلم والسلم عقد من عقود المعاملات وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن ولهذا قيل سلم وقيل سلف سلف من التقديم لأنه يقدم وقيل سلم سمي سلم من التسليم لأنه سلم في مجلس العقد فالسمان معناهما واحد على هذا العقد من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم وقل اتفق العلماء عليه من حيث الجملة وله شروط زائد على شروط البيع فاتفق على الشروط التي في شروط البيع وكذلك له شروط خاصة واختلفة في بعضها والسلم من العقود التي فيها مصلحة وفيها منفعة وفيها سعة للتعامل ولهذا يقول العلماء إن البيوع عموما هي بيوع التجارات وأهل الأموال والتجارة والسلم خصوصا هو بيع المحاويج أو المفاليس يعني الذين لا يجدون مالا فيأخذون هذا المال فيقدم صاحب المال المال للمسلم إليه على أجل معلوم ووزن معلوم أو كيل معلوم أو أي شيء مما يتفق عليه بصفات معلوم ومضبوطة فيقدم المال له ويضرب أجلا لهذه السلعة التي اشتراها بهذا المال فينتفع المسلم إليه بهذا المال والمسلم الذي أسلف وقدم المال انتفع فكلاه منتفع لأنه في الغالب إذا كانت السلعة متأخرة يعني لا أجل يكون ثمنها أقل يكون ثمنها أقل فينتفع المسلم بهذا الشيء والمسلم إليه ينتفع بالمال فيأخذ المال فقد يكون صاحب زارع ثمر فيحتاج إلى أن يقوم على بستانه وليس عنده مال فيأخذ هذا المال فينتفع به في الحراثة والزراعة إلى غير ذلك من شؤون جرعه ونخله وإذا جاء الأجل سلمه على الشروط المتفق عليها فلهذا كان عقد البيع من العقود عقد السلم من العقود التي فيها مصالح عظيمة ومنافع كثيرة من جهة أن المسلم ينتفع المسلم إليه ينتفع بهذا المال والمسلم ينتفع المسلم إلى المسلم إليه ينتفع بهذه السلعة وهذا العقد جائز بلا خلاف وهو من العقود التي تجري على المعنى والمصلحة الشرعية وعلى وفق القياس خلافا لمن قال إن عقد السلم على خلاف القياس إنما قيل بجوازه لورود الدليل عليه وإلا فهو خلاف القياس وقالوا إن السلم هو بيع لسلعة معدومة وبيع المعدوم لا يجوز فجوز على خلاف القياس وأوردوا في هذا أثرا أنه نهى عن المعدوم إلا السلم أو بيع السلم أو نحوا من هذا وهذا لا يصح خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قاله بعض الفقهاء يعني استثناء السلم على على ظن من ظن أنه من المعدوم وأن المعدوم لا يجوز بيعه ومن خالف في هذا بيّن أنه وفق القياس وفق المعنى والحكمة وأن المعدوم لم يأتي دليل من الشرع علق النهي عن بيع المعدوم وجعل الموجود علّه للجواز فالشرع لم يعلق الجواز على الموجود ولا المنع على المعدوم فليست السلع وجوداً وعدماً هي محل النهي أو محل الجواز فقد يجوز بيع السلع ولو كانت معدومة وقد يمتنع بيع السلع ولو كانت موجودة ولو كان موجودة وهذا مما وقع عليه اتفاق فالثمار التي إذا نضج البستان مثلاً في عنب أو تمر وبدأ صلاحه جاهز بيعه مع أنه يطلع شيئاً فشيئاً وهكذا في الزروع ونحوها تطلع شيئاً فشيئاً فإذا بدأ صلاحها جاز البيع ومعلوم أن الثمرة لم تطلع كلها بل كثير منها حتى الآن في حيز العدم ومع ذلك جاز بيع المعدوم تبعاً للموجود سواء في باب الزروع أو الثمار وكذلك بعض المنافع الأخرى الإجارة هي معدومة في الأصل حين يستأج الإنسان فإنه يستوفي المنافع شيئاً فشيئاً وهي معدومة في الأصل فهذا مما وقى عليه الاتفاق فدل على أنه ليس عدم الشيء دليلاً على منعه ولا الوجود الدليل على الجواج فلا يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء وإن كان يراه وإن كان يراه وكذلك الطير لا يجوز مع أنه موجود فلهذا تبين أن العلة في البيعات الممنوعة هو الغرر والمخاطرة وكذلك سائر ما يمنع للربا أو للجهالة فهذا هو الذي جاء الشرع من منع من بيعه وما يقوم على الغرر والمخاطرة والمقامرة وهذا هو الذي يورث العداوة والبغضاء والاختلاف والنجاع أما هذه البيعات فهي بيعات صحيحة وبيعات وفق المعنى والحكمة وقد بين كثير من أهل العلم أن كثيرا من البيعات جرت على هذا النحو ولم تعلق بالوجود ولا العدم لكن أحيانا يكون الشيء المعدوم علة لكن ليس قاعدة مضطردة يجرى عليها كل شيء فيقال السلم معدوم فالأصل أنه خلاف القاعدة وخلاف الأصل فجاء الدليل بجوازه فقيل إنه خلاف القياس ثم لو سلم هذا كيف يقال إنه خلاف الأصل خلاف القاعدة مع أن هذا الحديث هو أصل بنفسه وقاعدة بنفسه هذا الحديث أصل بنفسه وقاعدة بنفسه فلو سلم ما قيل لقيل بهذا وقيل بجوازه ولم نقل إنه خلاف الأصل لأنه أصل بنفسه وقاعدة بنفسها في هذا الباب وهذا يجري أيضا في مساء ذكرها بعض أهل العلم ولعله يأتي بعض المسائل في هذا الباب مما قيل إنه خلاف الأصول والآثار الثابتة فبعضهم ربما قال لعل هذا منسوخ ومن أرخى العنان مثلا وقال إن هذا إن هذا يعني جرى على خلاف القياس والصواب أنه لا هذا ولا هذا وأن هذا من العقود التي تجري على وفق الحكمة والقياس وإما يدل عليه أنه في مثل هذا العصر وفي مثل هذا الزمان كانت عقود السلم أو عقود السلم في التعامل بها من أعظم العقود في باب بياعات والتجارات بين الأفراد وبين الدول وبين الشركات بعضها وبعض عقود السلم تكون على هذه الطريقة وفيها من المصالح الشيء العظيم وهناك مسائل مستجدة في هذا الباب استفيدت في أصلها من عقود السلم أو من عقد السلم فالإنسان يعني حين يريد سلعة من السلع فإن الصحيح أن السلم يجري في كل ما يضبط بالصفات كل ما ينضبط بالصفات فإنه يجري فيه عقد السلم على الشروط التي ذكرها العلم كما دل عليه حديث ابن عباش المختصر المحكم في هذا الباب فيجري في الأطعمة وفي الملابس وفي المصنوعات وفي الملبوسات يجري فيها فمن اتفق مثلا مع شخص في أن يصنع في أن يعني أمن له جهازا أو نحو ذلك فهم باب السلم من باب السلم على الصفات التي ذكرها أهل العلم لكن هناك بعض العقود لا تجري على عقد السلم مثل ما لو أراد مثلا أن يؤمن له جهازا أو سيارة أو مثلا مثل ما يجري بين الناس مع الخياب يريد أن يخيط له ثوبا أو مع الحداد يريد أن يصنع له إناءا أو قدرا أو نحو ذلك أو مع النجار يريد أن يصنع له بابا أو رفا أو دولاب أو نافذة أو نحو ذلك مما يصنع هذا لا يجري على باب السلم لا يجري على باب السلم وهو ربما لا يجري على قول جماهير العلماء ولهذا قد يمنعه بعض العلم أو أنه يجوزه بشرط أن يقدم المال وأن يكون كعقد السلم والصحيح أن هذا عقد مستقل ليس كعقد السلم ليس كعقد السلم وهو من عقود الاستصناع من عقود الاستصناع كما لو اتفق مع من يصنع له بابا أو ربما ما يقع كثيرا مع الخياط يذهب نسان الخياط يدي خيط له ثوبا فيتفق معه في خياطة ثوب فالغالب أن يكون القماش من الخياط فيتفق معه على وصف معين تفصيل معين فيفصل له هذا الشيء وربما يقدم له عربون أو شيء من المال ويؤخر الباقي فهل يجري على السلم فيشترى التقديم المال بشروط السلم أو يجري على باب آخر الصحيح أنه يجري على عقد آخر وهو عقد الاستصناع عقد الاستصناع وإذا كان عقد استصناع فهو ليس عقد سلم لكنه يجمع أنواعا من العقود الصحيحة ففيه إيجارة لأن المستصنع لأنه استأجر من يصنع له هذا الثوب من يصنع له هذا الرف مثلا من يصنع له هذا الخاتم يجري أن يصنع خاتم مثلا أو نحو ذلك من المصنوعات وهو من باب آخر باعه هذه المادة الخام باعه إياها وهو مستأجر كما تقدم وقد يتبين بالتأمل صفات أخرى مثلا لهذا المستصنع مع المستصنع فلهذا كان الأظهر وهو الذي جرى عليه كلامه كثير من أهل عم في هذا الزمان والمجامع الفقية ويكاد أن يجبل أجمع على جوازه وذكر له شروطا وأيضا فيه ما هو أعظم من ذلك مثل استصناع العماير والفلل وما يسمى عقود المقاولات عقود المقاولات هي من هذا الباب يأتي مثلا إلى شريكة أو إلى مقاول فيطلب من يستصنع منه أو يطلب منه أن يصنع له دارا ويكون المال من نفس المستصنع إنما يتفق معه على إلى أجل محدد ومعين والصحيح أن هذا باب الاستصنع ويجري أيضا هذا ربما في بنايات ضخمة ويتفق أصحاب الشريكة أو هذا التاجر يتفق مع ناش كثيرين أو يطرح مثلا هذا المشروع لمن أراد أن يشتري شققا مثلا من هذا الذي يصنعه في هذا البرج أو هذه العمارة تتكوه من ضوابق كثيرة أو فيلل تبنى فيشترونها على الهوى وهي لم توجد حتى الآن فيتفقون معهم على واصفة معينة مساحة معينة إلى وقت معين يتفقون عليها ولا يشترط على الصهيح يقدم رأس المال وهذا هو مذهب الأحناف أبو حنيفة وأبو يوسف في هذا وأنهم قالوا لا يشترط أن يقدم رأس المال لأنه ليس عقد سلم ليس عقد سلم بل في الغالب أنه يقدم المال على الدفعات ويكون بينهم شروط في هذا فلا بأس من هذا ودلت السنة من حيث الجملة أو دل عمو الأدلة وخصوصها على الجواز عمو الأدلة أن الأصل في العقود السلامة والصحة فمن قال إن هذا العقد لا يصح أو هذا باطل أو خلاف القياس ما الدليل عليه فالأصل في العقود الصحة والأصل في العقود السلامة وذلك أن المحرم منها هو مجتمل على نوع من أنواع الغرر والمخاطرة والربا والجهالة وما أشبه ذلك من العقود المحرم فإذا خلا هذا العقد منها فالأصل فيه الجواج لكن يبقى ضبطه بالاتفاق الذي يم في الاختلاف هذا من جهة عمو الأدلة والمسلمون على شروطهم يا أيها الذين أمنوه بالعقود وخصوصا عقود البيع فالأصل فيها الصحة والسلامة وهذا دلت عليه الأدلة العامة والنبي عليه الصلاة والسلام بين العقود المحرمة والبيعات المحرمة فدل على أن ما سواها جائز ولا بأس به أيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استصنع خاتما ومن البعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قدم الفضة بل إن المستصنع وهو الذي يصنعه هو الذي صنع من ماله وهذا استصنع هذا استصنع وكذلك أيضا ثبت في الصحيحين من حيث سهل بن سعد السعدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال امرأة مري لي غلامك أن يصنع لي منبرا أكلم الناس عليه كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا السيصناع وبالتأمن ربما يظهر أدلة أخرى تدل على هذا الأصل والأصل أن من يطلب من هذا هو الذي يؤمن هذه المادة لأنه حين يكون تأمين الخام المادة الخام من المستصنع نفسه فإنه يكون إيجارة لكن الكلام فيما إذا كانت الصناعة العمل والمادة من نفس المستصنع فهذا هو الاستصنع وهو يجري في عقود كثيرة كما تقدم في عقود المقاولات ولهذا في الغالب أنه يضبط بين المستصنع والمستصنع بأمور وقد يريد المستصنع الذي يطلب العمل أن يحفز صاحب العمل حينما يتفق معه على تاريخ معين مثلا ويقول أعطيك مثلا كل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر مبلغ من المال فليزمه أن يقدم المال كله بل يقدمه شيئا فشيئا حتى ينتهي العمل ولا بأس فيه وهذه مسألة أخرى من الشرط الجزائي والشرط الجزائي يكون من المستصنع لا من المستصنع يكون الشرط الجزائي المستصنع هو الذي يفرض شرطا جزائيا وذلك أنه فرض شرط جزائي ضد عليه في تأخير العمل فيقول إن تأخرت عن الموعد المحدد يوما أخصم كذا وكذا من المال أو أخصم كل يوم تتأخر فيه هذا المبلغ من المال فلا بأس من ذلك لأنه شرط ليس زيادة يتعلق بالمال ولهذا لا يجوز الشرط الجزائي في المداينات فلا يجوز مثلا للمستصنع أن يقول مثلا لمن استصنعه أنت إذا تأخرت علي في الدفع فسأفرض عليك عقوبة بدل أن تعطيني مثلا ألفا تعطيني ألف ومئة مثلا هذا لا يجوز هذا يكون من الربا وربا النسى فالمقصود أنه يحكم فيما بينهما على وجه لا يحصل فيه خلاف ولا نزاع ولهذا كان هذا العقل من محاسن أو جوازه من محاسن ما يذهب بالأحناف ومما يدل على أن هذه الشريعة جاءت بهذه الأمور بالعمل والاستصناع في الأصل كما تقدم في الأدلة وأنها تحث على العمل والتجارة والبيع والشراء وأن هذه الأمور مضبوطة ومحكمة على وجه لا يحصل فيه خلاف ولا نزاع من المسائل أيضا التي تعلق بالسلم وهي مسألة تعرض لها بعضها العلم من من تقدم كالشافعي رحمه الله ما يسمى بالسلم الموازي السلم الموازي السلم الموازي بأن يتفق شخص مثلا مع إنسان مع شخص آخر مثلا بأن يؤمن له مثلا مئة صاع من التمر أو من البر إلى تاريخ إلى أجل معين إلى أجل معين على مواصفات معينة ويشريطها المسلم إلى المسلم إليه ثم إن هذا المسلم يتفق مع شخص آخر بأن يلتزم له أن يؤمن له مثلا مئة صاع بر أو مئة صاع تمر بنفس المواصفات التي اتفق مع من أسلم عليه في الصورة الأولى هو مسلم إلى مسلم في الصورة الثانية هو مسلم إليه يتفق مع إنسان آخر فيقول تؤمن لي مئة صاع تمر مثلا بصفتي كذا وكذا ويجعل هذه الصفات التي التزمها للثاني على نفس الصفات التي هو فرضها على من أسلم إليه ويجعلها بنفس التاريخ لاتفق مع من أسلم إليه فيكون في صورة هو مسلم في هذه المئة الصاع وفي الصورة الثانية مسلم إليه فإذا استلم مئة الصاع من المسلم إليه مسلم إليه سلمها هو إلى من أسلم إليه إلى من أسلم إليه وهذا قد يكون في فائلة قد يكون ما يتفق مع الأول بأن يؤمن مئة صاع بتسعمائة ريال مثلا ويتفق مع الثاني بأن يؤمن مئة صاع بألف ريال فيكون استفاد مئة ريال أو يكون اتفق بأن يؤمن له هذا القادر مثلا قد يكون في باب يعني في باب نصنوعات مثلا أو في باب الملبوسات ونحو ذلك ويكون تفق معه مثلا بمئة ألف ريال على مواصفات معينة ويتفق مع شخص آخر بنفس المواصفات ونفس التاريخ والأجل بتسعين ألف ريال بمئة وعشرة مئة وعشرة فيكون استفاد عشرة ألاف ريال فهذا أيضا ذكره الشافعي وجماعة في مسألة الحبوب والثمار ونحو من ذلك فالأصل في العقود هو السلامة والصحة وأن لا يعني يبطل منها إلا ما دل الدليل على عدم صحته بوجود مفسد أو مبطل أيضا مما ذكر أهل العلم في هذا ذكروا حديث حديث حكيم بن حزام وحديث عبد الله بن عام العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحكيم بن حزام لما قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيشتري مني فأبتاع له ما ليس عندي يبيع من الشيء يبيع من الشيء ليس عنده فقال النبي عليه لا تبيع ما ليس عندك لا تبيع ما ليس عندك رواه الخمسة وهو حديث صحيح ورواه الخمسة أيضا من حبد الله بن عمر في حديث لا شرطان في بيع ولا تبيع ولا بيع ما ليس عندك أيضا رواه الخمسة هو صحيح إلى عامر بن شعيب أيضا هذا الحديث استدلوا به على ما تقدم في أول الكلام في أن السلم على خلاف القياس قال لا تبيع ما ليس عندك وهذا الحديث السلم يبيع ما ليس عنده يبيع ما ليس عنده فجاء على خلاف القياس يقولون والصواب أن حديث حكيم العزام ليس في السلم ليس في السلم بل هو إما كما هو في حديث حكيم العزام أنه يبيعه عينا معينة عين معينة هي ملك لغيره هي ملك لغيره فهو حينما يبيعه بيعا حالا عينا معينة وليست ملكا له هذا غرر ومخاطرة غرر ومخاطرة ومثل هذا يخضي للنجاع فالنبي قال لا تبيع ما ليس عندك وهذا كذلك من هذا فلا يبيع ما ليس عنده فلا يبيع ما ليس عنده أو أن المعنى في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه لا تبيع ما ليس عندك أن يبيعه في الذمة لكنه بيع حال يبيعه مثلا شيء حال جهاج مثلا كتاب يبيعه بيعا حالا في الذمة حالا في الذمة فيذهب فما دام أنه ليس عنده ليس عنده وباعه في الذمة فإنه قد يفضل النزاع وذلك أنه بيع حال فقد لا يجد هذا الشيء وقد لا يتيسر قد يظنه موجود وليس موجود وهذا تأويل ثاني لحديث حكيم بن حزام وقال تقي الدين رحمه الله وابن القيم وهذا أشبه أنه أن يبيعه في الذمة بيعا حالا وقد لا يتيسر له أن يؤمن له هذا الشيء وبهذا استدل الجمهور على منع السلم الحال منع السلم الحال في الجماهير يقولون السلم لا بد أن يكون بأجل لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم في ثفال يسلف من أسلم في ثفال يسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم لا بد من الأجل وأجل له واقع في الثمن لأن هذه كالشروط للسلم والشافعي رحمه الله وقول الشافعية أن السلم الحال جائز وقالوا إذا جاز السلم أجل فالحال من باب أولى وفي هذا نظر وفي هذا نظر لا من جهة الدليل ولا من جهة المعنى المستفاد من الدليل جهة الدليل لأجل معلوم هم قالوا إن معنى إلى أجل إن كان إلى أجل فهو إلى أجل معلوم هذا قد يريد عليه أيضا حدثه في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم إلى أجل معلوم فلابد من الأجل وأن يكون الأجل له وقع في الثمن حتى يتمكن من تأمين هذه السلعة ومثل ما تقدم أيضا من جهة المعنى أنه قد يفضي إلى النجاع وذلك أنه حين يطلب منه يسلم له في الذمة سلما حالا قد لا يتيسر لا يتيسر فيفضي إلى النزاع والخلاف فلهذا كان الأظهر هو قول جماهير علماء لكن قوله لأجل معلوم المقصود هو وجود الأجل الذي يمكن تأمين السلعة المتفق عليها في هذا الزمن وتختلف السلع تختلف السلع بعض السلع قد تؤمن في يوم بل بعضها ربما تؤمن في نصف يوم مثلا فليس المراد أن يكون أجلا معينا فالأجل الذي وقع في الثمن يختلف فلو أن إنسان متصدر لبيع مثلا السيارات أو الجوالات أو غيرها مما يباع وهو إنسان يتعامن مع أصحاب السيارات المعارض وغيرها أو أصحاب المحلات الذين يبيعون الجوالات وهم محلات كثر يعني لو فاته هذا في هذا ويعلم أن هذه الجوالات على هذه الصفة المعينة موجودة وتوفرة في السوق كذلك هذه السيارة على هذه الصفة موجودة وتوفرة في السوق كذلك هذا الحاسب هذا الجهاز هذا الكتاب مثلا متوفر في السوق في هذه الحالة هو يعرف بحكم خبرته أنه يستطيع أن يؤمنه في ظرف نصف يوم مثلا يستطيع وله عملاء يستطيع أن يتفق مثلا مع المسلم بصفات معينة في هذا الجهاز وفي الحال في مجلسه يتصل على أحد المحلات التي يتعامل معه فيقول مثلا أريد جهاز كذا وكذا 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 في يشتريه منه حالا في ظرف دقائق فيسترمه ويعلم ذلك لو لم يجد في هذا المحل وجده في غيره في هذه الحالة بس أن يضرب الأجل الذي يمكن تأمين فيه يمكن تأمين السلعة فيه ولو كان يسيرا فهذا المعنى لا جلوه لهذا يختلف بحسب السلع بعض السلع تحتاج إلى بحث وقد تكون قليلة فيطول جمن البحث من أيضا المسائل المتعلقة في عقد السلم أن السلم كما تقدم يصح بلفظ السلم وبلفظ البيع وهذا أيضا مما يؤكد ما تقدم أن العبرة في مساء البيوع هو المعنى هو المعنى ولهذا يصح على اندى جماهير العلماء أن يعقد لفظ السلم بالبيع يجوز أن يعقده بلفظ البيع يعني كذب هذه الصفات المعينة وبالفظ البيع يصح وهذا قول الجماهير قال الشافعية وزوفر من أحناف لا يصح إلا بلفظ السلم وهذا تفريع على ذلك على ذلك القول تفريع على ذلك القول وهو أن السلم على خلاف القياس وأحيانا نرى أن الأقوال التي تقعد مثلا فيها قواعد أو بعض الأبوال تقعد فيها قواعد تكون مخالفة للمعنى تؤثر على بعض المسائل فهم قالوا رحمة الله عليهم إن السلم على خلاف القياس السلم على خلاف القياس فإذا كان على خلاف القياس يقتصر فيه بلفظ السلم كما جاء في الحديث سلم والسلف ولا يقال البيع ولا يعقد بلفظ البيع لأنه في هذه الحالة يكون خروج عن مقتضاء المستثنى لأنه مستثنى من القياس وخارج عن القياس خارج عن القياس لكن الصحيح هو قول جماهير العلماء ومن المسائل المتعلقة أيضا في ذلك لأن المسائل الكثيرة لكن من أقربها أن عقد السلم لا بد أن يقدم فيه المال في مجلس العقد وهذا عند جماهير العلماء ذهب المالكية إلى أنه يجوز تأخيره إلى ثلاثة أيام وعلى هذا هل يجوز فيه خيار الشرط المالكية يقول يجوز فيه خيار الشرط إلى هذا الحد الذي يجوز فيه تأخير تسليم رأس المال إلى ثلاثة أيام الصواب هو قول الجمهور لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم هذا هو الصواب في هذه المسألة وهو أنه لا بأس أنه يجب أن يسلم المال أن يسلم المال لأن هناك عقود لا بد من تقديم المال فيها تقديم المال فيها وهو عكس بعض أنواع البيعات عقود السلام عكس بعض أنواع البيعات التي مثلا حين يريد أن يشتري سلعة يشتري سلعة سيارة مثلا مؤجلة إلى سنة أو يشتري طعام مؤجل إلى سنة مؤجل إلى سنة في هذه الحالة حين هو حين قصطت اشترى هذه السيارة بأقصاط مؤجلة إلى سنة كاملة إلى سنة كاملة فتكون هذه الأقصاط يجريها هذه المدة استلم السيارة بأقصاط فزاد الثمن واستلم المثمن وتأخر المال الذي هو الثمن والمثمن مقدم العكس السلم وهو السيارة والمال زاد لتأخيره لتأخيره عكس السلم حين تأخر المثمن وتقدم الثمن فإن ثمنها يكون أقل ثمنها يكون أقل فينتفع في هذه الحالة المشتري ينتفع وفي تلك الصورة صورة البي ينتفع البائع وذلك أنه مع وجود الأجل فيزيد المال لكن على وجه الأقصاط كما تقدم ولهذا نرى أن هذه البيعات تستوفي جميع الحاجات تستوفي جميع حاجات الناس فمن كان له مال يبيع بالبيعات التي ينتفع بها ومن لم يكن عنده مال يبيع على وجه السلم حتى يحصل على المال وينتفع به في زراعاته وحرفه ونخله وهكذا من أنواع البيعات التي اشتهرت اليوم فعقد السلم يجري في بين الشركات وبين الأفراد وفيه بحوث وفيه مسائل كثيرة وهذه من المسائل التي ذكر رحمة الله عليهم وأصلها هذا الحديث وهو حديث واحد هو أصل في الباب كما تقدم أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالب أني وكرمه وفي الدرس القادم إن شاء الله نستكمل بقية أو ما تيسر منها حديث الباب والله أعلم وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد